اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما يقدم ما يؤخر ولا يضع خط طيب يستتر وجوبا نعم هل يبول قائما بشرطين لاختل شرط اصبح البول قائما حر منه عنه ان يأمن من الرشاش ويأمن من انكشاف العورة لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها فيه بنيان وفيه غير بنيان وانتهى الامر ولا يبول فيه مكان اجتماع الناس في الماء الراكد اي نعم في الظل تحت الاشجار المثمرة لان الثمرة تنزل وتترك وهذا يعني اشكال حتى في اماكن هذا الاخ هذا انتبه قال انا اريد ان ابول في هذا المكان لانه يجتمع او اضع شيء من الغاعد في مكان احتفال هؤلاء بعيد راس السنة يصح لا ما يصح وهذا قال عندنا اهل بدع نعم وانا اجتمع في هذا المكان لا ما ما يصح طيب ايضا تحت الاشجار المثمرة اماكن اجتماع الناس انت تعرفوا عندنا يعني محطة قطار محطة لوقوف انتظار احيانا حتى لا يكون فيها مظلة فهذا يحرم لانه فيه اذا نعم وقلنا يتحرى مكان رخو لبولة حتى يقطع الوسواس وحتى لا يرتد عليه رشاش ان لم يجد مكان رخو وجد الاماكن كلها صلبة اسفلت مثلا يدنو من الارض وغيره يستتر وجوبا في الحمامات لا اشكا اما اذا كان في الفضاء يستتر بشيء شجرة او حائل وان لم يجد يبعد ينقطع عن ذكر الله ولا يتكلم بكلام الناس الا للحاجة ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله ولا يدخل بالقرآن بالمصحف الا عند الضرورة خاف على الضياع او خاف انه يأخذه كافر ويصنع به ويصنع مفهوم وغيره يستنجي او يستجمع او يجمع بينهما لا من باب التعبد لكن من باب تخفيف اثر النجاسة بالمناديل مثلا الاستنجاء استعمال الماء والاستجمار استعمال الحجارة او المناديل او الاخشاب او الاوراق وعندنا الاستجمار شروط ان يكون بمباح خرج بهذا ما لو كان بمحرم صح بمباح وهذا المباح ينظف لان عندنا اشياء ما تنظف اصلا وعندنا اشياء محترمة مصحف جرائد اي جرائد لان فيها لابد اسم الله عبدالله ابن عبدالرحمن ابن عبدالعزيز حتى ما يأكل على الجرائد نعم ثلاث اقل ما يزئ ثلاث احجار او ما عليش انا يعني حتى اوضح الان هو يأخذ ثلاث مناديل الان لازالة الغائط مثلا او البور يستعم منديل الاول يرميه ثم المنديل الثاني ثم المنديل الثالث انه بعض يستخدم نفس المنديل ثلاث مضات لا هو مثل ما يستخدم ثلاثة احجار يستخدم ثلاث مناديل كيف يعرف النقاء الاول الثاني الثالث اذا رجع الثالث ليس فيه شيء فمعناه انه حصل النقاء ان لم يحصل النقاء ماذا يصنع يأخذ الرابع انقطع يستحب له ان يزيد الخامس حتى يقطع على وتر مفهوم نعم كان المنديل مثلا طويل استعمل من هذا الطرف ثم من هذا الطرف او قلنا الحجر كبير له ثلاث شعب يصح مفهوم اي نعم بيده اليسرى نعم طيب فتح الله عليك هل الآن مثلا في استعمال الماء استنجا كيف يعرف النقاء بأن يغلب على ظنه حصول النقاء مفهوم استعمل الماء نعم قلنا لا هو ان يقتصر على الماء او على الحجارة وان جمع فهو اولى من باب البعد عن يعني لمس النجاسة بيده اليسرى يخفف يخفف من اثر النجاسة بالمناديل اولا ثم استعمل الماء يقتصد ولا يسرف في استعمال الماء هل لابد من عدد في الغسلات هنا غسلتين او ثلاثة او سبع غسلات او ست غسلات لا لانه لا يوجد اشتراط عدد في ازالة النجاسات الا في نجاسة الكلب ذاولها في الانان اشتركوا في القناة